اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عشان اعمل حاجة تاني عايز اتكلم في الالبوم لانه فيه كلام كتير قوي بيدور في ذهني وانا قاعد قدامك النهاردة وانتي جاية في سوب جديد انما بما انك جبتي سيرت مسلسل حتف البحر هو حتف البحر انتي عاملة فيه دور توقم مظبوط يعني بتعملي شخصيتين مظبوط بمظهر مختلف بمشاهد مختلفة يعني كانك رايحة مسلسلين توقم هم اختين دكتورة وبنت بلد بيهم صغيرين بيتوهم من بعد دي بتتربف عيلة ودي بتاخد عيلة تانية تربيها فبتتلع واحدة دكتورة والتانية بنت بسيطة وقصة صعود الان بتبقى مطربة مشهورة جميل جدا مين الابطال هو معانا مجموعة كبيرة جدا من الابطال طرق لطفي و احمد خليل و صفق جلال ميمي جمال مجموعة كبيرة جدا من النجوم يعني مشاركين البطولة كان فيه شعات بخصوص مسلسل حتف البحر انه يعني قاله سمير خشاب مش بتبيع مسلسلها ده اللي تقال اه بعض الناس يعني اللي بيحربوا يعني اللطاف فيه ناس بتحربك يعني الحمد لله ربنا يجعلني هتحارب ده نجاح اه طب طبعا بس اللي بيحربوك دول فيه مسائل شخصية بينك وبينهم لا هو انه حد ممكن مرضتش اشتغل معا او اعتذرت عن الشغل معافا متضيق مني فيخبط فيه بقى بطرق مختلفة يعني ومن ضمنها يقول المسلسل ما بيتبعش دي ما بعتش خالص ده المسلسل واقف دي متخنق مع المخرج طول الوقت تشويه بقى في الجرائد والمجلة طول الوقت تشويه يعني طول الوقت انا مش ملتزمة طول الوقت باجي متأخرة بتخنق مع المخرج طبعا علاقتي بجمال عبد الحميد دي علاقة اسرية قوية جدا علاقة من ايام راوزكينة هو بالنسبة لي اخ كبير وبالنسبة لي رمز وبالنسبة لي يعني مثل اعلى جمال عبد الحميد مخرج عظيم نجحت معاه في راوزكينة طبعا علاقتي فيه هيلة يعني اذا اتخنق معاه وهو بيعملي بطولة اول مرة بعمل بطولة بشيل حمل مسلسل لوحدي وهو بتحمل ده يعني يعني مسئولية كبيرة عليه طب نفسي افهم حاجة اللي بيعديكي ده او اللي بيهاجنك بلا دليل او بلا مبرر واضح بيبقى هدفه ايه انت مزعله في ايه مزعله عشان نجحة اي حد ناجح بيزعل ناس كتير مغردين مش حابين النجاح فيه ناس اسمهم حزبة عداء النجاح او احزاب عداء النجاح وهم ما اكسرهم يا وانت بتتعرضي لكده عادي بقى مهو الشابرة المصمرة دايما بتتحدف يعني بالتوب فطبيعي وكل ما بيتحارب اكتر بحس ان الحمد لله انا نجحة انا موجودة اذا انا بتحارب مأكيد حزبة عداء النجاح تمام ومن كتر القنوات واحد لسه قيل قبل البرنامج على طول انه سمية مسلسلة هاتباع في 12 قناة لدرجة انه لسه مفروض ياتباع في قناة السويس صحيح ده معتصم من عندكم قال لي سمية اتنشر قناة اخدينك وقفشات المسلسل في الشوارع وانتظروا سمية في رمضان وفتاع وامحطات دي يا بنتي انفاضلي تعرض في قناة السويس فوقات متضحك يعني قبل ما يجي قال لي الافدة قلت له سمحلي حقوله بقفل بالمناسبة قناة السويس انت مش محتاجة تتعرضي فيها المسلسل لانه هيتعرض في قناة المحور اه طبعا اكيد طبعا احنا عندكم في رمضان احنا زيتنا في دقيقنا يا سمية ايوة الحمد لله هنشوف التريلر وناخد استراحة اعلانية ونرجع نكلم سمية في موضوع حزب عداء النجاح وناخد تعليق منها على الشائعات اللي طلعت على عدم التزامها في الظهور في برنامج تلفزيوني شهير خليكم معنا ايوة وطرقوا في اي حت انا حسن بقى